الأختم سلمة تقول الشيء قرأت في أحد المطويات حديث فيما معناه بأن المرء الصالح هو من يجعل لنفسه خبيئة من عمل صالح أو من ما سبيل أو من تقرب إلى الله هل ورد شيء في ذلك وحدثون عن هذه الخبيئة؟ خبيئة هي الوقف بمعنى يوقف ما يسر الله له مما ينفع المسلمين من سقاية ماء أو يطعام طعام أو تعليم علم أو ما أشبه ذلك